موسيقى برهان برهان عذرا يا برهان دقيقة واحدة فقط أريد أن أريك صور الرحلة التي قمنا بها إلى الجبل منذ أيام لحظة يا عارف لمن هذا اليو اس بي؟ إنه لصديقي زياد حسنا ولكن هل أنت متأكد من أنها خالية من الفيروسات؟ يا برهان دائما تضخم الأمور فيروسات ماذا تلك التي تتحدث عنها يا أخي؟ وماذا لو احتوت على الفيروسات يعني؟ ألا تعلم يا عارف أن هذه الأجهزة قادرة وببساطة على أن تدمر ملفاتك وتخرب جهازك إن لم يكن لديك مضاد فيروسات مناسب وفعال على جهازك؟ اسمعني يا عارف سأحكي لك عما جرى معي الأسبوع الفائت وأنت ستحكم في ذلك هات أتحفنا يا سيد فؤاد في ذلك الأسبوع وبينما أنا أعمل على بعض الملفات الهامة وإذ بجهازي وبعد بضع ساعات يحذف كل الأعمال التي أنجزتها بعد تعب طويل وبعد ذلك أقفل الجهاز دون سابق إنذار وعلمت لاحقا أنها كانت فيروسات أوقفت عمل جهازي وكانت قد انتقلت من اليو اس بي الذي كنت قد استعرته من زميلي والجدير بالذكر هنا أن البرنامج المضاد للفيروسات لدي كانت قد انتهت صلاحيته ولم يكن أساسا نسخة أصلية فهو نسخة مقرصنة انتهت صلاحيتها منذ زمن طويل لحظة لحظة ما دخل ذلك بلاك وكيف؟ اسمع يا عارف أنا سأشرحها لك إن الكثير من محركات الأقراص الخارجية تعتبر ناقلا مهما للفيروسات وخاصة أنها تنفقل من جهاز إلى آخر فتنقل معها الفيروسات أيضا أثناء نقل الملفات إلى الأجهزة التي ليست مزودة ببرامج مضادة للفيروسات فعالة ومرخصة وبالأخص في حال استخدام برنامج مكافحة فيروسات مقرصا لا يمكن تحديثه مما يجعل هذه الفيروسات قابلة للتنقل من دون رادع كما حصل مع صديقنا فؤاد على هذا الأساس أنا الآن أحمل هذا اليو اس بي واليو اس بي يحمل الفيروسات يعني أنا أحمل الفيروسات وأضعها في أجهزة أصدقائي لا تحمل نفسك الذنب المهم في المسألة أن تطلب من كل من تعطيه أحد هذه الأجهزة فحصه جيدا ببرنامج مكافحة الفيروسات للتأكد من خلوه منها قبل فتحه وهذا هو الأمر المهم تماما يا عارف كثيرون هم الأشخاص الذين يستخدمون اليو اس بي التي تنقل الفيروسات بسهولة ومنها ما هو مختص بنسخ الملفات والتجسس على معلوماتك الشخصية أيضا آه الآن فهمت لقد أخفتني يا رجل والآن هل نستطيع مشاهدة صور الرحلة بعد هذه المحاضرة القيمة يا أساتذة ولكن ستفحصها أولا ببرنامج حماية الفيروسات أليس كذلك يا عارف؟ بالتأكيد فهمت فهمت والله فهمت يعني انتظر للتعديد من each other نبتهاي و يا عارف؟ الظلم نبيي يوميزي حماية الفيروسات ترى يوميزين مراتكس اشتركوا في القناة